قصتنا النهاردة عن إنجي اللي كانت عايشة طول حياتها برا مصر تشتغل مستقرة والدنيا ماشية لحد ما تعرفت على واحد من الانترنت مصري مطلق عايش برا مصر برضو بعد شهرين من التعرف الاهتمام وإعجاب طلب منها الجواز قاعد يطاردها ويزن عليها لحد ما وفقت وفقت بس بشرط انه يشتري لها شقة في مصر وفعلا اشتري الشقة كتب نصها باسمها بعد الجواز بفترة نزلوا مصر أجازة رحت إنجي تتعرف على أهل الجوزة اكتشفت انهم منص صعبة جدا مرتحتش لا للأم ولا للأخت وكانت أجازة سودة زي ما هي قالت ولما سفروا تاني قررت إنجي ان هي تاخد جنب بعيدة عن أهلو بدل ما تدخل معهم بقى في مشاكل وصداهم ويويوي بس جوزة قال لا تكلمهم وضغط عليها لما رفضت بدأ يعقبها طب إزاي بقى يسيبها بالشهور من غير ولا كلمة لما كلمها بدأ يزن عليها يبيعوا شقة مصر اتحجك إنه عايز يجيب لها شقة أحسن وأكبر بس إنجي رفضت تبيع وفي يوم اتفجأت بجوزة النزل مصر نزلت وراه رحت له عند أهله تقريبا طردوها بهدلوها بعدها بكم يوم راح بيت أهله عشان يطلقها قالوا له ليه؟ قال لهم عشان ثابت بلكهونة الشقة مفتوحة وإنا موسى دخلت قرصتني وجابت لي مالاريا إنتي طالق مع إني إنجي انتصرت على الجزهة خطته فشلت إنه ياخد منها الشقة كمان أجرتها قانون جديد ممكن تكون كمان وصلت لطالقته وعرفت عنه كل حاجة بس لسه جوها واجعة أهرة مش عارفة تتجاوز إلا حصل وعشان كده منورانا ومشرفانا النهاردة دكتور نانسي لبيب استشاري الطب النفسي زيك يا دكتور نانسي زيك يا سيك قصصك القوية جدا شفت نموسى ومالاريا أنا نفسي عارف بجد بتلاقي فجأة ناس بعتت لنا قصص تقري العنوان تتخضي يعني أنا قلت معقولها يطلقها عشان نموسى وبتاع فقلت كمان عايزة الناس تسمع إيه اللي جوه التفاصيل نسأل بقى شوية أسئلة مهمة في القصة أولي الأول هم عارفوا بعدها قد إيه شهرين وتجوزوا مع أولاد وانتي بخبرتك بقى كدكتورة الناس تعرف بعد قد إيه أنا رأيي ست شهور ثمان شهور سنة برافو يا سيلي برافو اتعلمت خلاص من نفسك انتي بذكرة برافو لو ست شهور يبقى كل يوم لو سنة يبقى يوم ويوم يعني متقطع ولو إحنا في long distance وعلى الإنترنت لا long distance دي it's not enough على الأقل زيارتين ثلاثة أربعة للأهل doesn't count طبعا رخصية دي بساشي واس بري هابي كنت مبسوطة جدا في الأول وعاشوا قصة حب يعني أول ما تقابلوا أنا قصدي مش أول ما كانوا على الإنترنت كانوا مبسوطين جدا ومش عارف إيه طب فإيه ما هو ما تقابلوش كتير لا أنا قصدي عشروا بعد بقى من العشر شهور دول بتقول لك كم شهر كانوا شهر عسد بداية العلاقة ايه ده هو بداية العلاقة بتبقى حلوة قد إيه دا يا دكتور يعني حلوة البدايات دي بتستمر قد إيه السؤال ده مهم جدا it depends لا it depends على إيه تعتمد على إيه كل الريسرش والكتاب والمؤلفين اتفقوا على إنها بتفرق من مين لمين لشخص للشخص أه بجا وبتفرق الظروف وبتفرق الناس اتجوزت ليه بتفرق جدا طب أطول فترة يعني مش قولك أقل فترة إن احنا بنسمع كل يوم أطول فترة بتبقى قعدة كده إنه حلوة البدايات كانت قدينة أقصى حاجة ممكن توصل لسنتين بعد كده فجأة بنفوق على القصد للحضر الأليم بنفوق على الواقع مش لازم يبقى أليم هي مراحل بتاعت العلاقات أول مرحلة اسمها الافتتان الانفاتيواشن إن أنا بفتتن بي ده دبعا بالحالة كانوا حوالي بالهدية اللي جات لي من السماء أكيد ده العوض عارفة جميلة وقت العوض بروب عليك وقرة عيني طبعا اتبونا بحالة بقى يا جماعة اللهم بارك ما شاء الله سيبينا بحالها أيوة أيوة وتلاقي كوارث فهمها فبعد كده بنبدأ بقى الافتتان يهدى والهرمونات بتاعت المخ تتغير ونشوف إيه اللي بيحصل ونبدأ نخش في مرحلة تانية بقى بتتكلم عن الواقع أقصر فترة لأننا شوك الواقع بتبقى برضو بتفرق بس في ناس ممكن ده يقعد معها أسبوع مش أكتر أسبوع بعد الجواز أه وقبل ممكن يعني من ناس مش زي بعض خلينا ما نسميش النقاي اتنين زي بعض بس عايزوك الحاجة ننسي في ناس هيفوقوا على الرياليتي وهما لسه مخطوبين فعلا فوقوا على الحقيقة وكل حاجة بس أنا عايزو لك الحاجة إنه مهما أنا قعدت أقول ده كويس ده 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 بعد الجواز حاجة تانية خالص سألنا بقى مع المشروطة الدكتورة سألنا بقى لا بعد الجواز حاجة تانية تمام بتشوفي كل حاجة مهما كنتم مخطوبين كتير ومهما شفتي الأهل ومهما معرفتي في النهاية الجواز في أفعال مختلفة لا إلا نقصده إن فعل الاستقلال مش مرحب به مع إنه هو فعل إحنا المفروض نشجع عليه أكتر علشان الناس تفهم يعني إيه مسئولية يعني إيه بيت يعني إيه إدارة يعني إيه منزل يعني إيه أحس مش لوحده مش لوحده يا نانسي يعني ده بيبقى تنين مع بعض يعني أنا باستقل هو فعل الاستقلال ملوش علاقة بأي اتنين هو فعل لوحده يعني إنتي لو إنسي أعدل وحدك ومستقلة وكويسة وكل حاجة وتماني هتفكري في الجواز طبعا كيف رجل هيفكر في الجواز لا نازم هنفكر فيه إن الفطرة رايحة نحية الانتماء إن إحنا ننتمي لكيان ننتمي لمنظومة ننتمي لآخر إحنا مخلوقين بنحتاج لبعض يا سالي إن إحنا نبقى مع حد وكومباني زي ما يقولك شيك حيات بالضبط كده كومبانيون الفعل الثاني اللي بيعمل أزمة هو فعل المساكنة إحنا بنبقى في حالة في الخطوبة إن كل واحد بيروح بيته منطقة الأمان يقابل ناس وصحابه ما بيجي يعد معنا في البيت وبيتفرج معنا على المسلسل بيروح في النهاية بيقلع الجزمة مثلا وأفامة تقولك ويقلع الجزمة ونشوف بقى لما بيقلع الجزمة ونشوف لبسه وبيعمل أزي بتفرجي على الشوراب بتتفرجي على لبسه بتفرجي على دوافر وما بيبقى في حدود برضو برضو والعدد ساعات محددة ولو كل يوم فمش كل أسبوع غير بقى فعل المساكنة كاملة نكشة الشعر الصبح بقى والأه أيو كده شكشة بقى والكجامة والحركات دي في واحد بيقول كده واحد بيقول طلق طلقها عشان بتصحى منكشة الصبح كده يا حودة محمود والله عمل كده قاتلك كده يا حودة لو يجيبين واحدة منكشة يقولك معقول بعد كده حصل مني كده يا حودة في رجالة بتبقى كده أو في رجالة بتمسح الميك اوب بجد بيتصدم خلينا أقول أن الرجالة في التعبير بصنا جالي حد من الرجالة دي كذا مرة الرجالة في التعبير عن اللي دايقهم في المنطقة دي بيتحفزوا جدا أكتر من الستات احنا بنحب نعبر على الآخر يعني ايه بيتحفز على عين يعني بيبقى مدايقه فيها حاجات في النظافة الشخصية بس ما يقولهاش يقولك أصلها بتصحى منكوشة أصلها مش بتهتم بنفسها أو جثمانيا كان السعب بيتوقعوا حاجات وما بيشوفوش رجالة ما بيشوفوش أن سعب يبقى فيه فوتوشاب سعب تبقى دي مش حقيقية دي من الصدمات برضو زي ما بتحصل ساعات صدمات يعيني بعد الولادة لما زوج مثلا بيتجوز فجأة إليك اسمات غير إليك شكلات غير قفلة صدمة رهيبة طب لو هو بقى بالذات لو دخل حضر الولادة أيوة طب عشان ما حبش أنه هو يخش بيقفل سعا إنه لو رجالة مثلا تحبش منظر الدم أو ممكن يكون بيقرف وده حقيقي فيه ناس بتبقى كده عندها أنه غضبا عنه صعب جدا أيوة طب حاجة تانية ده بقى إيه يعني ده تقفل منها عشان أهله هو رجالة فعلا فيه رجالة بتقفل أول ما أنا عامل أهله وحش أو أول ما أهله ييجو علي وأنا قول أنا عايزة نسحب فأنت بتعقبني بالصمت العقبي بتعتبري هنا تهديد بيضغط علي آه لأنك كده بتهددي الكيان اللي هو عارفه إنه هو بينتمي لأسرة وإنتي هتيجي معاه ننتمي كلنا الأسرة مش عجباني وما تنسبنيش ومش ثقافتنا ومش حضرت وإنه ما بنعملش كده نعمل إيه ما ده معنا بقى أن أنت ليكي صوت وليكي وجود وليكي كيان معقول وإنه هو محتاج يبقى له هو كمان حاجة بيفرضها على أهله لكي يحترموك مش كل الناس جاهزة لده مش كل الناس جاهزة لده في ناس كتير يعني إحنا رازم وإحنا بنتجوز نخب بالنا مين عايزنا تابع ومين عايزنا ككيان ومين هيخلينا بالعافية أن أنا أود أهله يعني ذي رازم أخب بالي منها أي وعلى فكرة بيبقى باين أوعته ليلي يعني بيبقاش باين بيبقى باين وكويس قوي لا إذا كان إحنا منخش البيت مرة أو مرتين نعرف مين مماشي البيت لأنه فيه ستات كتير جدا غصبا عنهم فعلا الراجل بيبقى هو التابع فبتلاقي أن الستة المسيطرة المشيطة ببيت عشان تصرف ما قالت إنجي وطلقين هي من التحت لتحت عمالة بتأسفن هي ومميتها باون تيم عليكي فده بيبان صح حيبان على طول المشكلة عند إنجي أن هي ما شافتهمش آه طبعا يعني إنجي برضو متسرعة طبعا متسرعة تصرع جريء بس هي لما عملت كده أنه يعني عادي أن هي بقالها كتير عيشة برا مصر ما شافتهمش فبقت بمنثالي تانية أو أن هي بقت بفكرة تانية دي حاجة تاني حاجة إنه ما حدش هتوقع برضو إنه نسيب الوحشات ده لما نبقى بقى هنعيش كل حياتنا في هذه المنطقة أو مش هنضطر ننزل أجازات بالزبط بجاه طب لو حد قال وعيشين في بلد تانية وبنشوفهم في الأجازات وديقوني أعمل بلاك بلاك ده تصرف كده عنيف عنيف جد ومفهوش ود مفهوش مساحة كده من المحبة معينا ولك على حاجة أحيانا لما بتتأكدي مرة واثنين وثلاثة وشوفتها مع كذا حد من صحابي بلاك عشان بيبقى وقفة بعد كده بترجعي تاني بتودي بطريقتك هنرجع عنيف تاني الماتش بتهتلعب على طريقتي أنا مش بطريقتك أنت على ما لعبي مش على ما لعبك يا سالي إنه إيه؟ دي بقت حرب وعمليني نهدد بعض ونخلق بعض أو اثنين أو ثلاثة أنا صدقني عملت بلاك عشان أمنع عنك أزايا عشان أنا هتطرر أرد ما هو هنا هتبقى حرب هنا زوج يتدخل هو هنا الزوج في الليلة دي هنا الزوج يتدخل ويتكلم طب ما هو قطع مع مامته شوي يعني هو قطع شوي وهي اللي عاد تقوله كلمها وعملت اللي عليها هل بعد ما أنا أقول لك كلمها أنت بتيجي تاني تحواري كلامي طب ما برضو بتحسي بأنه فهمها تحسي بكسرة بتحسي بقهرة أنا أنا عملا أقوله أنه يعملك كويس ونتي بتعملي معايا كده طب ما أنا لو ردت عليك هي تزعلي ورد خلي بالك إحنا كلنا برضو متفوتين يا نانسي أنا أفضل المباشرة والتواصل نرد وما نعملش برضو البلوك ده أنا ضد دايما نرد إزاي أنا أقول لها حضرتك أنا شايفك أن أنت فعلا حربية يعني هتقول لها ايه أن أنت بتضايقيني وبتعملي تصرفات وهرد وهرد قدامه كمان بس هرد وقوله مش عاجبني كلامي عشان نبقى مباشرين وبنواجه لكن ما هو فيها ساعات برضو ناس بتواجه بتغلط نفسها وتقولك هتقول أنت كداب أنا ما قلتش كده أنا شايف أنا حريك كداب أنا ما قلتش كده بس ده يبقى حوار ما يبقى حوار ما هو حوار فعلا الحوار لما يبقى حوار ده في السياق يعني أن أنا رد أحسن من البلوك كانت إنجي عملت كده بدلا ما نوصل لكل التراكمات دي لأن البلوك في حد ذاته أكشن عنيف عارفة لو هتسكتي وتنسحبي هقولك أحيانا من الزكاء أن إحنا نصمت طب أنا عايز أعرف إيه سمات الشخصية النرجسية إيه بوسي ما اللي شفتيه بقى كله بقى دهو بوسي هو فيه سمات كتيرة جدا فيه مواقع كتير متكلمة عليها كويس يمكن أنا بحب الموقع بتاع ميو كلينيك لأنه بالعربي بالعربي وعلمي ودايما حاطط المصادر بتاعة الكلام أكتر حاجة بقى ببساطة كده تعرفك اللي قدامك ده نرجيسي ولا لا هو عامل زي الترابيزة دي كده عايز يبقى هو المركز بتاع الاهتمام هو في نص السجادة هو السنتر زي ما بيقولوا أنا في النص ولا يحتمل إن أنا وإنتي عنينا راحت لبعض بنكلم بعض لازم نبقى هنا لا يحتمل الانتقاد لا يحتمل إن إحنا مش طول الوقت دايما يقولوا عليهم إن بيحتاجوا إطراء مفرط مفرط دي تحتها دايما لأنه يتحيل عليكي أو يلعب يعني يلعبك بالحيلة عشان ياخد اللي هو عايزه النرجيسي هو كده ماي ويرد هاي وي أو هو دي طريقتي وأنا كده واريني هتعملي إيه بس عمره ما يتحيل وطب طب صح أو تعليق بقي الشقة واجب لك شقة أكبر ده مش نرجيسي يعني فيه طيف برضو خلي بالك إن فيه طيف بس مش هيكمل لحد ما ينزله مصر مش هيقدر يكمل كام يوم لا ينسي هتقفش لا ممكن ممكن لأنه مش لازم يبقى عنده الفول بلون بيكتر الصورة المرضية الكاملة ممكن يبقى عنده سمات الشخصية النرجسية دكتورة دكتورة والله خلاص أنا عديت بقى عرفه السنين سعيدة بيكي جدا والله عرفه نوعه بتاع حياة ده أنا سعيدة بالأداء ده جدا يعني أنا مش عادت بعد كترة نفسيني بأدكتور يا أخي بس أنا بقى هولك على حاجة إنه مثلا لو أنا جيت أقول ماشي دوقتي هو فيه سمات الشخصية النرجسية هل هو فيه حاجة اسمها في الطب إن رجل يبقى فيه صفات نسائية يعني دي حركات يعني لأ حركات الستات إن أنا مثلا إيه ممكن تبي فجأة هرمونيت غصبا عنك فجأة أنا طيقاك ومش طيقاك عارفه اللي هو بأغنية هنغم حبك بس مش حبك عايزك بس مش عايزك عمري دي معمل أحبك أكرهك أسيبك أندهك قلنا بقلنا بتقلدنا تمام أو إنت مش عارفت يعني الرجل بيقلد الستة في الحاجات دي ده بقى مالك مفيش ما أنت لو مهتم كنت عرفت الواحد مالك ويقدر يقعد بالشهور ساكت الرجل آه ومالك مفيش يعني الرجل الخسام عليه أسهل بجعل لأن الرجل أقل احتياجا للتواصل اللفظي عن الستات إحنا نحب نرغي ونتكلم احتياجا للتواصل اللفظي بس هل هو يعني يقل احتياجا للتواصل الجسدي الرجل ما يقدرش حتى لو ما تجوز بيتها يقلي بالحاجات اللي أنا قارتها ومتأكدة منها تقريبا أنه ما يقدرش يقعد كتير قوي كده فهجر فهجر أنه العلاقة زوجية يعني كنت في بالك العند عنده عشان ممكن يكون بيأخذ منشطات فهو غير قادر أنه هو كان رجيسي طبعا أنه أنا بتاخده فلا أمانتي أصلا ما تستليش أنا حتى أخذ عشانك الدولة يعني أنا غلطاني كنت أخذ بالدعو دي قصة بقى دي قصة تانية رهيبة ده بيقع فيها ناس كتير قوي حرام بجد لأن ما لهاش حل في التقييم دي حاجة اللي هو إيه ما نقدرش نتجنبها هتتجنبي إزاي لأ طبعا وما أقدرش أن أنا أحكي عليها لأنه هبقى إلت الأدب وهبقى ضد عادتنا وتقاليدنا وبفضح أسرار بيتي أو هيتقال علي أنت إيه لنوارك وعلمك الكلام ده من إمتى كده الساعة متجوزة وأنت بنت مبارح ما جاليش نوم أنت تعلمتي فين الكلام ده وإزاي كده إزاي وإيه ده ومفيش بنت مقدبة بنت ناس تتكلم في الحاجات دي وإن كان عشان نبقى حقانيين مش كل الأهالي بيعملوا كده في أهالي كتير بيوفروا بقى على بناتهم لا أنا مش قصدي أهالي الزوجة لا ده فيه أهالي محترمة جدا أهالي كويسة جدا بتحتضن البنت وتروح وتسمع وتشوف وبيواجهوا كمان الزوج بس مشكلة لما الزوج يتواجه هو وأهله هم دول اللي بيحاولوا يشويهوا السمعة زي ما قالت النهاردة إنجيكا بتقول وحاول يتكلم في سمعتي وحاول يشويهني وحاول يقولها قدام أهلي إيه ده يعني أنا عايزة فهم ده بقى إيه تفتكري يا سالي المواجهة هنا كان لها لازمة في الجزء ده بالذات بجد لا ده الجزء ده حلو لأنه خلي بالك ده تأهر أي راجل يعني أنت قهرتيني أنا عارفة إيه مناطق القوة ومناطق الضعف ما هو السيد تلويه وجيه قال لها أنا شايفك واحد صاحبي ده أنت زجزي حمادة لأ توجعك قوي يعني عارفة أنت ممكن تاخد مني شقة ولا تقوليش أنها تخنت ولا تقوليش أن أنا شابها حمادة غزبا عنك بتوجعك إنه أنا بيجي وإيقلك مثلا إيه كل ما أقرب لك بحس أن أنا مش طايق مش قادر تتوجعي لأنفاتي لو رحتي وقلت له لأ ده أنت أصلا كده أو كده أنت كده وأنا مرضيتش أقول لك أو أنا أتأكدت أن أنت كده لأ ده أنت ضربتي في مقتل يعني ينجي تقوليك أنا مش عارفة تتجاوز وشابت الخطأت أنت رجعي له إزاي أصلا أنت عايز ترجعي له يعني ده عشرة صفر هل ينفع أنه لو الزوجين تكلموا في المواضيع دي يرجعوا تاني لبعض ينفع والأهلي سمعتوا الكلام ده لا ينفع إزاي نانسي في النهاية بيبقى في حاجة بتجمحهم هي اللي هتخليهم يتكلموا حاجة أكبر حاجة أشمل وفي حاجات كتير لها علاج يعني مش كل حد عنده مشكلة في العلاقة الحميمة هو حد عقيم وملوش حل وملوش علاج في حاجات كتير جدا يعني هو النهاردة ممكن ترجع له في يوم الأيام أصيح رحت واتطردت ولسه بتفكر فيه أنا أنا عايزة أسأل سؤال مهم هو أنت جوزتي ليه عشان كان بيزن علي فأنا كنت زه أنا بس كان حواليكي أحياناً بتمري في فترة فعلاً بفترة غصباً عنك بتبقي مثلاً أنت بره في غربة عايزة تسمعي كلام حلو احتدى احتمام يعني فهم ده احتمام واهتمام وحب وموجود طبعاً حلوة البداية زي ما قولك فجأة وتفكري في شوكولت يجب لك شوكولاتة عايزة ورد عايزة مش عارف إيه وعدني ألف وعد عارفة الجو ده فهي أكيد دي حرام برضو اتغفلت شوية بس هي بدأت تحس بعدم الأمان ففائت خلينا نقول لإنجي إن مش عيب إننا نحتاج وهنفضل بنحتاج طول ما إحنا عايشين بس نفتكر لإنجي وللبنات التانية إن جنب احتياجي وجنب ما بفكر ألا بيه إزاي وبكون مع عصرية طبعاً أفكر برضو في الحياة هتتبني على إيه وبس لير ما نتعقد يعني حاجة تانية إنه تعيد فكري ده خلي الناس كلها تعمل لها بلوك خليها مش عارف إيه لأ ننسي القصة دي من السمات الشخصية بقى لما يبقى عايز يسيطر على حد لأ أو عايز تفرب بيها يعني آه فيبدأ يعمل العزلة عزلة كده يعني هو كان بيقول الناس الكلام عليها من وراء من الدواير عشان تبقى معاه هو بس آه فيقدر إن هو يمارس الضغوط بتاعته عليها آه يسابت الشغل راح البلد جديدة من غير السابورت سيركل بتاعتها من غير أهل ما هي بالزبط فكل الحاجات دي بتساعد إيه الحاجات اللي أنت لو عملناها مع الناس هتقولي لأ الجوازة دي عمرها ما هتنجح أنا أسف الحاجة اللي مهمة جدا وعليها توصيات كتير لو إحنا هنعمل تقييم نفسي للصحة النفسية للأفراد الأفراد اللي هم مدمنين وفي حالة إدمان أكتب لا ده ما يتجوزش الأفراد بيتجوزهم الأفراد اللي عندهم حاجة في الهوية الجنسية التراب بأي شك يبقى حرام عليك وعلى المسؤولين عنك الأفراد اللي عندهم أزمة بقى في العنف دول اللي بيبقى سادي أو حالة من حالات العنف الأسري بقى اللي هو لا يمكن أشجع الجوازة دي إنها التم دي أكتر ثلاث حالجات ودي ممكن تعرفيها على طول يا نانسي ممكن نبص على البناء ده محتاجين كم ساشن أو كم جلسة معايا عشان نعرف لو أنت حتى كدكتور خربك أنا ممكن ملاحظش يعني في ناس ما بتلاحظش مثلا إن في ناس بيبقى عندهم مرض نفسي وبيحب يقعد مع مامتو ومش هيبه تربيت عائلتو الستات فما تلاقيه بيتكلم زي فجأة بتلاقيه بيتكلم زي الستات في الخناقات فضي الصيني بتاعك أعرف لو دي كلمتك ولا كلمة مين تعالي هنا تعالي هنا أنا أعرفها أنا أفشتك أيوا دي ماما بشتة يا ولا تيتي بتلاقيه فعلا إن فيه كلام لا ولا دي أختك فده تقدر يتعرفيه ولا مش سهل لا ده مش هيتعرف طب نعمل إيه الاتراب هو اللي هيتعرف اللي اتراب إن حد عنده سكيزوفرينيا ده هيبان إن حد عنده اتراب مزاجي ده هيبان بس ده الناس العادية ما تعرفوه مضمن المخدرات هيعمل التحليل هيتقفش لا بس المضمن بيبان ساعات إيده بتبين ساعات حركاته وهو قاعد ساعات مش عارف إيه بتتعينه لكن أنا قصدي لو بحد عنده إنه شيزوفرينيا زي ما بتقولي أو إن عنده بارانويا أو أول حاجات دي كلها ده هيبان بسهولة إحنا المواطنين العاديين ممكن نعرف أو واحد نارجيسي أو سام أو لا المتخصص هي أيوة أنا قصدي بقى كان إحنا مش نقدر نعرف إحنا هنقدر نقرأ ونقدر بقى نصدق إحساسنا يا ساليا أرهوكي يعني أنت العوان وده بيحصل هل كان عم بإحساس إن فيه حاجة غلط جبير وكانت الإجابة هو أنا حسيت بس قلت ما يمكن أبي تهيألي خليني أكبر دماغي ما يمكن هو مضغوط براية الحب عامية أو بتحسي إنه مش بتغذي يعني مش بتغذي بيلك وسعبتلي أنا فوت عشان أفتح بيته خلينا أصدق من كده الاحتياج صح الاحتياج يعمل فينا كده يخلينا إحنا نمرمت نفسنا وعدم الثقة في أن هلاقي فرصة تانية هي دي إنجي لما رحت لأهله كان إيه كان احتياج ولا كانت عايزة حقها ولا كانت عايزة انتقام أنت إيه رأيك إنجي مش بعطانا عايزة انتقام إنجي عايزة تكمل عليه يعني عايزة أنه أنا عايزة أنا عايزة اللي كان بيحصل زيما إنجي لسه عايشة على أول ما قابلته أنا عايزة البناء أدم داي يعني أنا لسه عايشة على الماضي مش قدري أخرب برس هانيمون ستاعت عايزة البرجين دي أو الشكل اللي أنا شفته ليك في الأول عشان ده كان بيشبع الاحتياج نقطة بس إحنا هنحترم احتياجاتنا لأنها موجودة وحتة مننا ونفكر في البناء دايما دايما نفكر هنبني حيانا تقمص شخصية المهندس كل واحد فينا جوا مهندس وجوا أغلب الكاراكترز والشخصيات حبني يبقى لأ نقف بقى هنا وقفة وشغل دماغي وهدي احتياجاتي طبعا واتخر المشاعر شوية وفكر وشوف أن عايزة أسأل على إيه واتطمن لإيه واتكلم في إيه وجرب إيه يعني وقعنا وطبينا ومرمطنا نفسنا بس خدنا نص حقنا نتعافى إزاي نتعافى بإن إحنا نقول لنفسنا أن التجربة مش آخر الدنيا والتجربة جزء من الخبرة وجزء من الحياة وأن ما فيهاش حاجة وأن كلنا بيعدي علينا مواقف زي دي لو كان بيضغط عليها من الناس ولا جرانها ولا من السوشال ميديا ولا كنت حد معروف كنت عملت فينا إيه أيوة طب أحيانا ممكن أقول لك أنه هاختم بيها معاك لما الواحد بيشوف مشاكل غيره بيتناسى أو بينسى مشاكله بقول الحمد لله أنا في نعمة ده صح ده العلاج أيوة مش إيرفين يالوم وهو بيكلم على الجروب ثيرابي كان بيقول أن أكتر حاجة بيحس بيها أعضاء الجروب المجموعة أن مشاكله بتدوب في النص وأن أنا مش لوحدي يعني أنا اتضحك عليها وقد اتخذ فلوسي وإيه 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 لقيت حد جاله كانسر لا قدر الله وبيعاني اللي جاله كانسر وبيعاني لا واحد أصلا عايش الدكتور بيقوله أنت قدمك يومين ثلاثة فمش تلحق ودع أهلك اللي بعده لا نفسه بيموت فجأة فالدنيا بتهدى بنهدى لما بنقابل المشاكل التانية هم هاختم معاكي بدي نور تاني يا نانسي مش سي يا ساري استفدت منك النهاردة مش سي خالص شكرا لك شكرا لك نانسي يا حبيبتي على إيه استنونا بعد الفاصل استنينا إنجي محتاجة أتكلم معاكي شوي